السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم يا أهل الخير يا أهل المحبة يا أهل القرآن يا أهل الود في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من ذي الحجة أيام العشر المباركة هذه الرابع من ذي الحجة 1437 هجري الموافق للسادس من أيلول سبتمبر 2016 الحرب المجنونة في سوريا وغيرها بلاد المسلمين يبدو الله أعلم أن الهدف منها ليس إسقاط تلك الأنظمة الدكتاتورية وليس كذلك الإبقاء عليها من يحكم هذا العالم يبدو يريد من هذه الحرب تدمير البلاد والعباد وأهم من تدمير الحجر والشجر تدمير الإنسان تدمير الإنسان ونفسيته ليصبح مقهوراً عاجزاً مستسلماً هكذا والعلم عند الله لا يريدون لهذه الحرب أن تتوقف ولا بأي شكل من الأشكال سواء بنصة المظلومين وبرفع الطغيان عنهم أو بدعم أولئك الطغاء إلى الدرج الذي يقمع الثائرين بشكل تام والله أعلم لو أن هؤلاء الذين يتقاتلون الآن يقولون خلص أخي مابا بن آتل سوف تسعى تلك الخوة الكبرى حينها لإذالة عملائها لأنهم خلص انتهت دورهم وضع عملاء جدد لها وهذا الأمر تام تام لأن الأمر لو كان بيد الناس الموجودين في تلك البلاد لانتهت الأمور من زمن بعيد ولكن للأسف الأمور ليست بأيديهم ولا بأيدي تلك الفصائل إنما الأوامر تأتي من الخارج من قوة ظالمة ومستبدة أنا من فترة تعلمون هناك من زمان يتكلمون قبل هذه الثورات الصهاينة واليهود والمسيحيين المتصهينين الذين يرغبون في عودة المسيخ أو المشيخ المسيح في أسرع وقت كانوا يسعون لمثل هذه الحرب لأنهم في قيام هذه الحرب يوجد نظرهم يسرعون بعودة المسيخ أو المسيح بالصدفة مرة عندي أقرأ فقرأت عن هناك حاخام كبير من حاخامات الأهد التلمودي أهد البابلي واسمه شيمون باريوشي وهو كمان له اسم مختصر يقولون اسمه رشبي رجل له اعتبار كبير عند الحاخامات وعند اليهود المتدينين كتب في كتابه هذا كتاب اسمه أتسار ميدراشيم كتاب كتبه من أكثر من 1800 سنة كتب فيه حرفيا في كتابه الكلام التالي عندما يسقط حاكم الدمسق الذي اسمه نيرون مزراحي أو نيرون الشرق فسوف تفرج على اليهود وسوف يعود يأتي المسيح ابن داود سوف يأتي المسيح ابن داود عندما يسقط حاكم دمشق بالزبط وسمونه نيرون الشرق أو نيرون مزراحي غريب لماذا طيب ماذا ينتظرون لو كان الأمر كذلك الأمور فيها غموض ولا ندري ما الذي يبغونه أولئك الظلمة وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين أسأل الله الفرج وانطفاء هذه الحرب في أسرع وقت لأن هذا الألم لا بد له أن ينتهي ترجمة نانسي قنقر